للمزيد معنا الآن من إسطنبول المحلل العسكرية السوري أحمد حمادة مرحبا بك سيد أحمد ماذا سيغير الموقف الأمريكي الرافض لاستخدام نظام الأسد لسلاح الكيميائي والحماية الروسية للموضوع السلام عليكم تحياتي لك وللسادة المشاهدين طبعا وثق المراصد السورية 253 مرة تم استخدام الكيماوي من الزارين والغازات الخلائط وحتى الكلور في سوريا آخرها في سراقب منذ سلاسة أيام الولايات المتحدة تدرك بأن المجلس الأمن مشلول بسبب الدعم المتواصل للنظام من قبل روسيا واستخدام الفيتو لأكثر من مرة حتى لا يتم إدانة هذا النظام طبعا بالأمس هناك اجتماع في مجلس الأمن فشل هذا المجلس في تحديد آليات ولمعاقبة هذا النظام أتوقع على المجتمع الدولي أن يجد طريقا غير طريق مجلس الأمن المشلول لقد كانت هناك لجنة مؤلفة 142 من جميع دول العالم مختصة في السلاح الكيماوي أثبتت بأن النظام استخدم الكيماوي في خان شيخون أما روسيا فلم تعترف ولم تقر بذلك وهي لن تقر لأن شريكة في استخدام هذا النوع هناك إدانات سابقة في 2015 في إدلب في قميناس في سرمين في الغوطة الشرقية في 2013 حتى تم صدور القرار الدولي الذي يجرم أو استخدام أو إنتاج هذا السلاح ومن يستخدمه أو ينتجه سيتم تعامل معه وفق الفصل السابع من مثاق الأمم المتحدة وهذا حتى الآن لم يحدث إذن كل هذا الكلام لا يغني ولا يثمن بالنسبة للسوريين الزمن يمر والأطفال السوريين والشعب السوري يموت في الغاز وطبعا ليس في الغاز وحده يموت السوريين هناك أسلحة كاملة منظومة العنقودي والنبلم والفوسفور والصواريخ الحرارية والارتجاجية إذن هل فقط الكيماوي هو من يقتل السوريين على المجتمع الدولي إذا كان جادا فعلا أن يضع حدا لتصلف الروس والإيرانيين وهذا النظام المجرم المستمر في قتله للشعب السوري في الأسبوع الماضي خمس مشافي في محافظة إدلب تم تدميره هناك تدمير مخطط للمشافي حتى المريض اليوم مشروع موت من يصاب بالكيماوي مشروع موت لا توجد أي جهة يمكن أن تقوم بإنقاذ المجتمع السوري جراء القصف الروسي وقوات النظام نعم سيد أحمد ما هو سر الغطاء الروسي الدائم لجرائم نظام الأسد ضد المدنيين في سوريا طبعا الروس هم مشتركون ليس فقط غطاء أثبتت بأن الطائرات الروسية هي من قصف بناية من سبع طوابق في إدلب منذ سلاسة أيام وتم تدمير عائلة الصادق أطفال ونساء تدميرا نهائيا لهذه البنائة أسقطت الطائرة الروسية هي وتقوم بفعل الجرم يعني لا ليسوا بحاجة روسيا هي شريكة هي يعني مشروعية روسيا في وجودها في احتلال سوريا واستثمار سوريا وفي القواعد السورية مأخوزة من بشار الأسد فإذا ذهب بشار الأسد فسيتم رفع الغطاء عن الروس وسيتم يعني طردهم من سوريا فهم موجودون ويدافعون عن هذا النظام لأنهم منظومة واحدة يعني الروس يستخدم يعني روسيا هي دولة كبيرة بالنسبة لسوريا يعني مجسم أكبر بالنسبة لسوريا من خلال خنق الحريات والإنسان والقتل ويعني انتهاك حقوق الإنسان إذن هم يدافعون عن منظومة تشبههم يعني إذن ما هو الموقف برأيك المنتظر دوليا تجاه هذه الجرائم وأيضا ما هي العواقب المترتبة عليها طبعا الأمم المتحدة والدول إذا كانت جادة فعلا من الدول العربية والدول العالمية التي يعني تجرم هذا النوع من السلاح وكل القتل السوري مليون إنسان سوري وثلاث ملايين مشوه واثنعش مليون من المهجرين داخليا وخارجيا عليهم أن يعملوا خارج مجلس الأمن كالعمل في العراق وفي الصرب وفي مكان آخر لإيقاف هذا النظام المجرم عند حده أو على الأقل تزويد الشعب السوري بوسائط الدفاع عن نفسه ودعمه بكل وسائل الحياة ووسائل الدفاع عن النفس ورأينا بأن إسقاط الطائرة الروسية أحدثت خللا وهزة عند الروس فكيف إذا تم إسقاط عدد كبير من هذه الطائرات من اسطنبول المحلل العسكرية الشوري أحمد حمادة شكرا جزيلا لك